السلام عليكم متابعين قناة سامنسبورت بها الفيديو ان شاء الله تعالى راح نستعرض مع بعضنا نتائج مباراة الاسبوع الخامس من دول السوري ممتاز و باخر هذا الفيديو في كلمتين حاب احكيهم بخصوص نادل الاتحاد و نادل الحرية بتمنى بتمنى تشوفوا الفيديو الاخير وتعطوني رأيكم و ازا عجبكم الفيديو حطوهم لايك و اكتبو لنا هيك تعليق حلو على زوجكم وبها الفيديو راح نحكي على ست مباراة فقط لان راح نستنى مباراة 21 للمثال ساعة 6 توقيت سوريا و راح نبدأ باول مباراة فوز الكرامة على طليعة واحد صفر سجل هدف الكرامة عمره بجنيات في دقيقة 88 مباراة كانت متكافئة بين الطرفين و كانت كافة نادي الكرامة هي الارجح و الكرامة مثل ما حكينا بالفيديو الماضي رجع لتقلقه رجع لانتصاراته و ان شاء الله نشوف الكرامة بالأيام القادمة باحسن البراطب و طبعا لقاءات الكرامة و نادي الطليعة ديربي العاصي هذه المبارايات الحلوة بين الفريقين و كذلك لمر فريق الطليعة فريق مشتهد فريق بيارف شو بده من المباراة فايزا مابروك لنادي الكرامة وهرد لك لنادي الطليعة طبعا عند هذا الفوز الكرامة يتصدر الدوري مؤقتا و اما المباراة ثاني ضمن اسبوع الخامس من دوري السوري الممتاز فوز الجبلي على الساحل 3-1 وسجل هدف الساحل احمد غلاب وسجل اهداف الجبلي عبدالله حافيان و محمود البحر و اذا لحظوا الشغلية دائما مباراة الجبلي بيلعب مع اي فريق دائما عنده نزعة جومية دائما سجل اهداف و فريق الساحل في هذه السنة وضعه صعب مو متل السنوات الماضية دائما كان نشوف فريق الساحل مشتهد على ارضه و خارج ارضه و كان يعزب الفرق الكبير فاذا مباراة الجبلي و هارد لك لنادي الساحل و المباراة التالي ضمن اسبوع الخامس اول فوز لنادي الحرجلة بهالموسم على حساب نادي الفتوة و سجل هدف نادي الحرجلة يوسف عرفي و بصراحة وقت شرطت النتيجة انه فاز نادي الحرجلة على الفتوة فرحت بصراحة انه نادي مشتهد نادي عارفان شو بده عنده هدف و هالموسم ان شاء الله رح يضل بممتاز و بالموسم القادمة رح يكون عنده استراتيجية فاذا مباراة للحرجلة و هارد لك للفتوة الفتوة كمان بده شوية صبر و حاليا فريق الفتوة عم ينتقل من مرحلة لمرحلة طبعا بعد ما استلم الكبيرت العصاف خليفة تدريب فريق الفتوة حاليا اجباري بها الفترة رح يتغير شوية نتاج الفتوة لما رجع للسكة و صراحة الهدف كان بوقت قاتل بدقيقة 92 فاذا مباراة للحرجلة هذا الانتصال الاول و هارد لك مثل ما حكينا لنادي الفتوة و كمان فوز نادي حطين على الجيش 1-0 سجل هدف حطين مارديك مارديكيا و طبعا نادي حطين غير مدربه بصراحة من هو المدرب فريق حطين ما عندي اي معلومة و شفنا حطين بلش يرجع لتألقه و يرجع لفتوة اما نادي الجيش هذه الخسارة بصراحة مفاجئة للجيش كمان الجيش عنده لعبين عنده ادارة محترفة فاذا ها هي رياضة بصراحة ها هي رياضة لازم الجمهور يتقبل بالفوز و الخسارة هذا اسبوع خزر الجيش احتمال الاسبوع القادم يربح فاذا مبروك لحطين وهارد لك للجيش و مبارتنا قبل الاخيرة فوز الواسبي على الاتحاد 2-1 سجل اهداف الواسبي سعد احمد و رامي عامر وسجل هدف التقديس الفارق لنان الاتحاد الطالب عبد الواحد وبصراحة بظرف دقيقة وحدة دقيقة 61 سجل هدفين اقل من دقيقة كان في تلبك و مشكلة بدفاعات الاتحاد طبعا اليوم ما بنحمل كل المسؤولية فقط عندك بناد الاتحاد خط الدفاع في عنده مشكلة والاتحاد كان يعاني بالسنوات الماضية بخط الهجوم كان في عنده مهاجم مميز بالموسم الماضي واليوم عم نشوف اغلب الاهداف اللي عم تسجل على الناد الاتحاد هو من اخطاء دفاعية وناد الواسبي المجتهد الموسم بصراحة ما حدا كان متوقع ان الناد الواسبي يجعله نجازات ويكون بالمركز متقدم حاليا بالدورية بعد ما تخلى عن العديد من اللاعبين وايضا الادارة استقالت وايضا الكابتن هيسا من جطل ترك الفريق بعد ما رشدنا الكابتن انس مغروف تدريب نادي الواسبي شفناك كمان رجعت بقوة رجع بتألق فايزا مبارك الواسبي وهرد لك الاتحاد بعد ما رح نكيك كلمتين عن نبي الاتحاد موسيقى والمبارة الاخيرة ضمن الجولة الخامسة فوز الشرطة على الحرية اثنين واحد وسجل اهداف الشرطة احمد محايا وسامر خان كان وسجل هدف تقليص الفارق لنادي الحرية سالم السالم بصراحة وضع نادي الشرطة متزبزب بتشوفه بيتعادل بيخسر بهالمرة الربح وهذا الانتصار الاول لنادي الشرطة واما اذا حكينا على نادي الحرية بصراحة ووضع الحرية شوي غريب امنا وصدقنا انه الاتحاد غير المدرب وغيرت الادارة ولاعبين جدد بس اليوم الفريق الحرية مش تحد طلع للدورة درجة الاولى بنتائج كويسة وشو اللي صار بعد ما اتأهل الممتاز بصراح ما عد عبيعرف دائما عبتحججوا انه والله كانت فترة التحطير القصيرة شوفوا اليوم نادي الحرجلة بنفس الوقت فاز انتو عم تخسروا شي بالعقل كمان اليوم فريق مثل الحرية تطلع للدرجة الاولى لازم يكون عنده حس تسجيل حس تهديف لازم يكون عنده خطة استراتيجية دائما كنت امدح بنادي الحرية عم يشتغلوا على القواعد عم يشتغلوا على الادارة وعها الشغلات ولكن اليوم فريق الرجال في عنده مشكلة الخسارة تنوع الخسارة اليوم بعد مرور خمس مراحل عندك مغطين مشكلة كتير كبيرة بدك ترجع للدرجة الاولى مبروك للشرطة وهارد لك للحرية هذه نتائج مباراة الأسبوع الخامس بينتظر فقط مباراة تشرين والوعدة بصراحة ستكون مباراة قمة ان شاء الله سأخلص الفيديو وارجع تابع المباراة حاليا خلي نشوف جدول الترتيب كيف صار موسيقى 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 مؤقتا ب13 نقطة ودشرين ب12 نقطة في المركز الثاني والواسبة في المركز الثالث بعشر نقاط. ومثل ما نوهت في بداية الفيديو عندي كلمتين حابي احكيوهم خصوص الاتحاد وجمهور الاتحاد. اليوم ما في اتنين بيختلفوا على ان الاتحاد نادي كبير ونادي عريخ. دائما كان يخرج اللاعبين والاداريين والمدربين لكل الاندي السوري. ما في اتنين بيختلفوا عليه. وكررت هذا الكلام اكثر من مرة بصراحة مشان ما يمنى الجمهور. ما يقول الجمهور والله انك تنحزل هنا الاتحاد. اي فريق اليوم ما يكون بلا راح نحكي عليه. حكيها بالمواصلة الماضية على الكرامة. حاليا الكرامة عنده انجازات. عنده نتائج حلوة. عم نمدح فيه. ولكن اليوم وضع الاتحاد وضع سيء جدا. انا فقط كلمتي اللي حابي احكيها. وجوز تكون صعبة على جمهور الاتحاد. طولوا باركم على الفريق. في مشكلة بالفريق لازم تنحل. الادارة الله يعطيها العافية عند تشتغل. غيرت المدرب. جابت العيبة على كيف الجمهور تقريبا. ولكن اليوم بده شوية طولت بال. هالكلمة كتير صعبة. ولكن اسألوا اللعيبة. اسألوا حال اللعيبة. ليش هيك عبصير معكم. هنه نفسه المرضين. ما في اليوم شخص ما بحب النجاح. ما في شخص ما بحب انه دائما ينتصر او يكون عنده تقلق. ولكن اسألوا حال اللعيبة. بصراحة الوضع صعب صعب جدا. لعبين الاتحاد حاليا فايتين بوضع يرثى له. مشكلة كتير كبيرة. لازم ان احنا الجمهور. انا كمتابع. واصدقان المتابعين. عشاق الاتحاد. ووقفوا وقفوا رجل مع ناد الاتحاد. لا بس نكون مع ناد الاتحاد وقت لانتصرات. هذا غلط. برأيك شخصي هذا غلط. بتمنى من عشاق الاتحاد وما اكثر من ما شاء الله. هدوا شوي. ووقفوا النشر على اه الفيسبوك. عطوا الفريق فرصة تانية. لسهل ايضا قادمة والدوري طويل. يعني احنا ما بدنا خلص نافذ على الدوري. خلص نحن خلينا بالمراكز بين الخمسة والسبعة والثمانية. نحن حاليا بهالموسم كفينا. صعب هذا الكلام على جمهور ناد الاتحاد. ولكن خلص يعني وصلنا لحد انه اللاعبين بطلوا يكرهوا حالهم. بالاحرى كرهوا حالهم. وكرهوا الشيء اسمه الرياضة. عاب يلعبوا. عاب وصلوا الهدف ولكن ما عاب سديده. بالتوفيق من الله سبحانه وتعالى. يا جمهورنا الحبيب شوي صغير يحده. اللاعبين بحادي لهيك شوي جلسة بين بعض. بين الادارة وبين الناعي وبين المدربين. بدون شوي لازم تهدوا شوي على الفريق. مشكلة كتير كتير باني بصراحة. بيتمنى من المسؤولين على المجموعات عبر الفيسبوك. هدوا شوي وقفوا النشر. بعضوا عن الغلط. بعضوا عن الشتيمة. اللاعب بحاجة فقط. انه بصراحة أنا بتوقع الاتحاد بس فاز بمباراة واحدة رح يبلد الشرج على مستواه الطبيعي. هذا اللي حبيت خبره. وحكيت على النهاية الحرية. ومشهر ما نطور عليكم الفيديو ازا تكون اي سؤالة واي اقتلاح اكتبونا في التعليقات. وبنهاية تبقى الخير صحة والسلامة. السلام عليكم متعبين من قناة سماس بورت.